اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام نوضع جماعة الخير هنتكلم عن رأو أحلام تبشرني بالرزق الكبير في المنام رزق قادم إليه بإذن الله بدلات هذه الرؤى أول رؤية معنا وهي رؤية ممكن بعض الناس ميفهموهاش إنها تؤدي إلى رزق رؤية المرأة المتزوجة للرمل الرمال شافت رمال في المنام فقط الرمال في المنام رؤى حملت أوجه إليه أكثر من معنى ولكن بصفة كبيرة جدا تدل على الرزق القادم لها في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية المرأة المتزوجة أن زوجها يهديها حذاء لون وردي هذه الرؤية تبشر بالرزق القادم إليها إن شاء الله من الرؤية التي لها علاقة بصلاح الحل والرزق والكلام ده رؤية الثوب الأخضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن ثياب أهل الجنة لونه أخضر فهذه الرؤية تدل بصفة عامة على صلاح الحال وقد تدل بصفة خاصة على قدوم الرزق إن شاء الله السمك المشوي للمتزوجين طبعا لأن العزاب بيبقى لهم معنى تاني السمك قد يدل على زواج يعني أصلا بعض البنات المتزوجين يقول لك طب ما قلتش ليه للعزاب قدنا قولنا للعزاب زواج بس ده مش موطنة يعني بحاول أتغاضع عن المعاني التي تؤدي لغير عنوان الفيديو لكن أدنا بالأولها فالسمك المشوي للمتزوجين رزق قادم لهم إن شاء الله تبارك وتعالى في فترة قادمة البنت العزباء البيت الجديد رزق قد يدل على زواج ولكن تدل على رزق بإذن الله تبارك وتعالى أيضا الرجل حينما يرى الحذاء الذهبي في المنام هناك رزق قادم إليه عن طريق ميراث إن شاء الله تبارك وتعالى المرأة المتزوجة أو حتى البنت العزباء حينما ترى أنها تشتري الكرمب في المنام فهذه الرؤية تدل على الرزق القادم إن شاء الله ورق العنب برضو بتدل على الرزق القادم إن شاء الله تبارك وتعالى لا سيما إذا كان ورق العنب لونه أخضر فهناك رزق قادم إن شاء الله العباية الواسعة الحذاء الجديد قميص النوم كل هذه الرؤية لها علاقة بالرزق القادم وأحيانا رؤية الحذاء الواسعة وإن كانت هذه الرؤية في بعض الأحيان بتدل على طبعا للعزاب فقط إن هي مثلا ممكن تتزوج شخص غير مناسب لكن أحيانا هذه الرؤية قد تدل على الرزق القادم إن شاء الله الحذاء الجلدي الرزق القادم إن شاء الله المفرش النظيف رؤية تبشر بالرزق إن شاء الله طبعا تعالى قضية بقى أسماء الله الحسنة أو جملة الله أكبر كل هذه الأمور الجيدة جدا لها علاقة بالرزق القادم في الفترة القادمة رؤية الرجل المتزوج وهو يغسل شعره بالشامبو أو بالصبون بيغسل شعره خلاص فغسيل الشعر في المنام أو غسل الشعر في المنام للرجل رؤية لها علاقة بالرزق القادم إن شاء الله طبعا تعالى فهي محمودة جدا تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته